الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسلام أمي أعزائي فهذا الحلسة الجيدة واللي تعلن طبعا بالشكل والتطبيق الكتابية مخاطر سوء استعمال الأنترنت إذن طبعا قسم السادس في ذائه النص كما ترون دي الأشكل وطبعا أشكل وأفهم هو لشبكة الأنترنت فوائد كثيرة لا تحصى فالتقدم التكنولوجي الكبير والسريع لهذه الشبكة جعل العالم قرية صغيرة بلا حدود مما يساعدك على معرفة هذا العالم وعلى الرغم من ذلك هناك أضرار ومخاطر هاجمة عن سوء استعمالك لها منها استعمال وسائل التصال الاجتماعية لساعات طويلة مما يؤدي بك إلى الإدمان وما ينجم عنه من إطلاف لخلايا الدماغ أو إلى الإصابة البدانة المفرطة أو إلى حدود مشاكل في العين والدهر والرص أو الانزواء في معزلين عني الأهلي والأصدقاء إذن تلين الأضرار استعمال هذه الوسائط للحديث إلى أشخاص غريبيين عنك وأكبر منك سنا بأن ترسل إليهم صورك وتطلعهم على حياتك وحياتي وذويك مما يعرضهم إلى مخاطر ومتاعي الانشغال بالألعاب الإيطرونية التي يعج بها الانترنت وإهمال واجبات الدراسية الأمر الذي ينجم عنه تعثرك في تحصيل الدروس وتأخرك في الدراسة زيارة مواقع مريبة وغير آمنة تحتوي مثلا على برامج تسبب ضررا لحاسوبك الشخصي أو حاسوب عائلتي هذا هو النص حاول تقرأ أكثر من ثلاث مرات للسعب الآن سنجيب على الأسئلة عدنا أشكل الكلمات الوايدة في النص جاءت في النص لا تحصى طبعا هي لا تحصى يستحسن لك أنت عندها شيء بلما نشكلها هذه الحرف ثم ومخاطر ناجمة ناجمة مخاطر ناجمة طبعا هذا نعتبع المنع الديره طبعا في الرفع ثم عدنا في معزالين جاءت فيه يقبل منا معزالين تكون اسم جرور وكذلك جاءت عدنا إلى أشخاص غريبين طبعا تهديع يكون مجرور باليأة فهذا كانت أجاب منذكر سالي ما هي غريبين نعم ما هي غريبين من الأحسن شكله على الحرف الغين وأنه لأنه عندهم المد غريبين التي يعج بها الأنترنت يعج بها الأنترنت ثم عدنا هنا وغير آمنتي مضاف إليه غير آمنتي هذا بالنسبة للسؤال الأول أحدد عائلة كلمة مريبة فطبعا عائلة كلمة مريبة ها هي عندي رم هنا عائلة كلمة مريبة عدنا هنا الفعل وَأَرَابَ يُرِيبُ مُرِيبَةٌ نعم وَرِيبَةٌ كي نتفقه الآن الريب والارتياب الريب الشكل والارتياب نعم عائلة كلمة مريبة يقيدها يريبه ريبةً للارتياب الريب ونقول ثاني ارتابة ارتابة الآن عم شو السؤال الموالي يقول لنا السؤال الثالث ما الأضرار الصحية في استعمال المفرط للأنترنت حسب النص إذا رجعت النص هتشوفوا هذه المجموعة من الأضرار من بينها إتلاف لخلايا الدماغ ثم الإصابة بالبدانة المفرطة حدود مشاكل في العين طبعا تأتي للعين السلبية والدهر والرصغ نعم بالنسبة هذي بعض طبعا الأضرار الصحية أعرض بعض مخاطر ناجمة عن تحدثي في الأنترنت إلى أشخاص لا أعرفهم ما هي الأخطار الناجمة طبعا عن تحدثي مع أشخاص لا أعرفهم سنرى ذلك هاي مع أشخاص لا أعرفهم إذا قد يكون هناك التخويف والترهيب نعم التحريض على الكراهية والعنف قد ينتحلوش هويات مزورة للاتصال بالأطفال الأطفال بينها إذن انتحال هويات مزورة حتى طبعا للاتصال بالأطفال ثم ترويج معلومات غير صحية غزو الحياة ده غزو الحياة الخاصة سارقة الهوية وغير ذلك نمر إلى السؤال الخامس والذي يقول عدنا السؤال الخامس ما تقول أعددوا باقي المخاطر المترتبة على سؤال استعمال الأمطنية من مواضف النص إذا رجعنا للنص على القاو عدنا الانشغال بالألعاب الإلكترونية هذا يؤدي إهمال واجبات الدراسية مما يؤدي إلى التعثر في التحصيل الدراسي نعم تكون نتائج غير نجزي سلبية إهمال واجبات الدراسية ما يؤدي إلى التعطي الزيارة مواقع قد تسبب ضررا لحاسوبك وحاسوب عائلتك إذا زيارة مواقع قد تسبب ضررا لحاسوبك وحاسوب عائلتك نمر إلى السؤال الموالي أختار من الإجابة الآتية الإجابة الصحيحة العالم أصبح قرية صغيرة بفضل وش بحري 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 الاتصال الإلكتروني نخص بالعمل الاتصال نمر إلى السؤال السيارة تقول أن أذكر ثلاث وسائل الإلتصال الحديث التي جعلت العالم قرية صغيرة. إذن مجموعة من الوسائل الالتصال الحديثة التي شعلت العالم قرية صغيرة. فطبعاً عندنا الواتساب، تويتر، اليوتيوب الآن نحن في اليوتيوب، الاسطيقرام، تيليجرام وغيرها. نعم أذكر ثلاث فوائد أكتسبها من استعمال الانترنت. سأعطيكم أكثر من ثلاث فوائد. المواج 그럴 فوائدين، فوالوج إلى المعارف والمعارف والمتائق التربويية. هذه مهمة. المواجور إلى المعارف والمعلومات والمتائق التربويية، تواصل عن طريق التعبير عن الأفكار، اقتصام معلومات، وتجارب. ˣل Fu algúnặt، التعبير عن الفكار، أنات الاعب والمعالوات والتجارب. ثم ألعب الترفي، فه rozmelyアلعاب وتربوية، الموسيقى، قصص، كتب وغيرها. كنا موقع التعرف على مصاري الدراسي الاستفادة من الدعم الدراسي الاطلاع على نماذج من الامتحانات بالنسبة لفروض ثم السنير بتوجيهات تربوي هناك توجيهات تربوي مهمة هذا كله طبعا ما جاء في هذه الحصة ترقب الحصة القادمة إن شاء الله مقارب دمتم في رعاية أطفال الصغار